أنقذوا أبناءنا فهم يموتون أمام أعيننا مناشدات متكررة تطلقها أمهات المختطفين للمنظمات الدولية كل يوم للضغط على الحوثيين من أجل الإفراج عن المعتقلين الذين يقاسون شتى أنواع العذاب في السجون منذ أربع سنوات لا تتوقف معاناة المختطفين عند التعذيب والحرمان من أبسط الحقوق فقد يفقدون حياتهم جراء وضعهم دروعا بشرية في المناطق التي تتعرض للغارات بين وقت وآخر رابطة أمهات المختطفين قالت أن الحوثيين قاموا بإلباس الزي العسكري لأربعمائة مختطف داخل السجن المركزي في صنعاه ونقلهم إلى معسكر الأمن المركزي في منطقة السبعين بعد إيهامهم داخل السجن المركزي أنه سيتم إطلاق سراحهم الرابطة حملت ميليشيا الحوثي مسؤولية حياة المختطفين بعد نقلهم إلى منطقة عسكرية تعرضت سابقا لضربات طائرات التحالف قتل على إثرها العشرات من المختطفين بعد احتجازهم في الشرطة العسكرية بصنعاء والسجن كلية المجتمع في ذمار منظمات حقوقية دولية عديدة أدانت ما تقوم به ميليشيا الحوثي من انتهاكات وصفتها بالخطيرة بحق محتجزين لديها تعرضوا للتعذيب وحرمانهم من الغذاء والدواء وطالبت بسرعة إطلاق سراحهم على الفور عذاب مستمر يقاسيه المختطفون في سجون الحوثيين ومناشدات عديدة تطلقها الأمهات بضرورة الاهتمام بهذا الملف وسرعة الإفراج عن المختطفين دون قيد أو شرط ترجمة نانسي قنقر